مجلس النواب يعتزم خلال جلساته المقبلة قراءة مشروع التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات إذ سيطال هذا التعديل ثماني مواد أبرزها تقليص عدد الأعضاء وتخفيض امتيازاتهم إضافة إلى منع إحالتهم على التقاعد بعد انتهاء دورتهم الانتخابية قبل أيام وصل إلى مجلس النواب العراقي قانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات بدأنا مع لجنة القانونية يوم أمس بأول اجتماع لغرض إكمال تلك القانون تتلائم مع قانون مرس النواب لغرض عرضها على القراءة الأولى والثانية وثم التصويد وإرسالها إلى الحكومة لغرض تحديد يوم لجراء انتخابات مجالس المحافظات طبعا يقاف عمل محافظات كان عمل حقيقة غير دستوري قانون انتخابات المجالس المحلية المزمع تشريعه من قبل البرلمان سيكون مشابها لقانون انتخابات مجلس النواب من حيث احتساب أعلى الأصوات للفائز الأول وتوزيع الدوائر الانتخابية وكذلك شروط الترشح مع إلزام الأعضاء بالعودة إلى وظائفهم بعد انتهاء عمر المجلس قانونيا هناك نية لدى البرلمان العراقي والحكومة العراقية والمحكمة الاتحادية بأن تجري مجالس المحافظات هناك فراغ حدث في المحافظات وهذا الفراغ أثر على وضعية المحافظات من ناحية الخدمية ومن ناحية مراقبة الوضع الآن موجود الدورة السابقة تم التصويت على قانون خاص بمجالس المحافظات وتم أخذ بنظر الاحتبار الصلاحيات زايدا الأعداد وتم تخفيضها بشكل كبير يعني تقريب قسم من المحافظات وصل إلى أقل نصف من الأعداد السابقة داخل أروقة مجلس النواب وتحديدا في لجنتي المحافظات والقانونية يوجد رأيان اثنان حيال إقامة انتخابات مجالس المحافظات الأول يؤكد على إقامتها بالتزامن مع انتخابات التشريعية المبكرة ضغطا للتكاليف والنفقات فيما يذهب الآخر إلى أبعد من ذلك التاريخ بقليل لإتاحة فرصة أكبر للناخبين مهيد الفرطوسي العراقية الإخبارية بغداد